اليوم الجمهور حفيفة خلناك واقع زيان خلناك واقع اليوم الجمهور ما عنده ثقة بهذا القانون اللي يريد يرجع حتى بكتل السياقية الجديدة ايضا الثقة اهتزل دكتور نعم صحيح ولذلك لازم على الاقل اولا ابتداء يطمئن على نوع القانون اللي راح يتمثل بي يرجع يقول لك انا اطلع انتخب زيد نعم يفوز عقل عمر شهد طالع ما طالع هو في هذا القانون الجديد والدوائر المتعددة والصوت اعلى الاصوات وثمانين بالمية خاطعوا ازفوا عن الانتخابات فكيف استيجي للجمهور اتقنع رجع رجع للقانون الجديد ويطلع لا خلاص يبقى حتما فقط جمهور الاحزاب هو اللي راح يطلع والاحزاب الكبيرة يطلع وينتخبهم هذا الشعب نعم بقولك ما انطى نموذة جيد يعني المشكلة مو بالقوانين المشكلة في الكتل السياسية اللي قاعدة تنافس ما انطى تجربة جديدة ما انطى نموذة جديدة مشجعة ما احنا بالبداية كلها كلها بالبداية وشفتوا التصراعات اللي ضدها في غير احنا دا نحاول دا نمشي والله دكتور دكتور انت انت افصل امتيدك نحتاج وقت نحتاج وقت كل جمهورنا احنا نحتاج وقت ما تقولون نهسه اول ما فستو راح تغيرون كل شيء لا وجمهور كثير من جمهورنا فاهم هذا الحقيقة لكن احنا نريد اللي قاطعوا ليش قاطعوا لازم نرجع لهم الثقة اذا عاني هسه اجي شون ارجع اجي احبطه اكثر بقانون لا هو اصلا ما شارك بهذا القانون هو بهذا القانون بالتعديد ايضا ما شارك لكن درك بان حجم التحديات والصراعات اللي دا نواجهها من الكتل الكبيرة الاحزاب الكبيرة دا يشوفها قبالا دا يشوف واعتقد الكثير من عندهم درك ايضا بان السبب هو بعدم مشاركتهم بالانتخابات حتى يصير عددهم اكثر دكتور اليوم اللي موقعين على القضية الخاصة بالقانون اليوم كتلة كبيرة كتلة مؤثرة اذا تستمرون واحد من سبعين نعم اكثر من سبعين حقيقة كتلة اكبر وكثير اتصلوا بيها لان المفطرين لازم نقدمها نسلمها اش قد وصل العدد اجوا يعني متأخرين ستين لو وصل واحد من سبعين هو حتى اكثر من سبعين احنا اللي سلمناها مكتوب عليها ستة وستين لكن اللي موجودين واللي ما دخلوا الجلسة كسروا النصاف لا اكثر من سبعين وانا يعني اتوقع يعني يوصلون للمية لكن خافي سر العكس لا هذه السهنة القضية احنا لن هم خلي نكون واقعين اليوم لان هذا الضرر هذا الضرر هسه مس الجميع بما فيهم جميع مستقلين بما فيهم مستقلين يتناغمون مع الاحزاب الكبيرة لان نتيجة الضرر مو فد حدث يعني سياسي او موقف او تشريع قانون لخدمة الشعار هذا مرتبط بوجودة هو اي مرتبط بوجودة ما تلقى هذا الرقم انا احكي واقعية ممكن فيه شيء اخر نحتاج تواقع لا يجوز نلقى اكثر وفي حدث اخر لا قد نلقى ضعف هذا الرقم احيانا اكو رغبة يعني داخلية وغير مؤثرة بتوجهات الحزب الكبير جيد ممتاز بكتور اكو موضوع موضوع بس احكد عليه موضوع